انهيار جسر السكك الحديدية تسبب في خروج قطار عن مصاره كان متجهاً إلى مدينة سوندزفال في السويد وعلى متنه نحو 120 شخصاً، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص. جسر السكك الحديدية كان متضرراً جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد حسب ما أعلنت السلطات التي حذرت بدورها من هبوب رياح قوية ومن حدوث فيضانات وأمطار غزيرة في أنحاء عدة من البلاد جراء العاصفة هانس. حوادث القطارات في العالم ليست نادرة، خطوط السكك الحديدية قد تتعرض للتلف إن لم تتم سيانتها بين الفترة والأخرى، ما يشكل خطورة على ثبات السكة وحركة القطارات وبالتالي وقوع حوادث مروعة.